في قديم الزمان عاش نبي الله شعيب وبعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل مدين وإين تقع مدين يا جدي؟ مدين هذه مدينة قريبة من أرض معانا في الأردن وشعيب عليه السلام من الأنبياء العرب وقد عاصر إبراهيم عليه السلام وآمن به يوم أحرق في النار وهاجر معه ودخل معه دمشق كان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون شجرة الأيكة حاول شعيب عليه السلام هدايتهم فها هو يأتي إلى نفر منهم يدعوهم لعبادة الله سبحانه وتعالى وترك ما يفعلون من الشرور فقال لهم شعيب عليه السلام مبينا لهم طريق الحق يا قوم إني أدعوكم لعبادة الله وحده لا شريك له الله الذي كثركم بعد أن كنتم قلة وأعطاكم من النعيم الكثير إنا نعبد الأيكة وهذا ما وجدنا عليه أباءنا أجابهم سيدنا شعيب إنها لا تضر ولا تنفع فهي مخلوق من مخلوقات الله تسبح باسمه يا قوم أتتركون عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق يا قوم إن الله جعل لكم عقولا أتستبدلون شجرا بخالق الشجر لا شأن لك فينا يا شعيب ولقد سمعنا أنه مشتاع من تعاملاتنا حقا ما يقول يا شعيب أجابهم شعيب عليه السلام إنكم تقطعون الطريق وتخيفون الناس وتأخذون المال بالباطل وهذه أعمال مشينة ومن يفعل ذلك يلقى العذاب الشديد من الله عز وجل هكذا إذن قال شعيب عليه السلام نعم إنكم تبخسون المكيال والميزان وتطففون فيهما وهذه أفعال نهى الله عنها هل يأمرك ربك بأن نترك تعاملاتنا التي ورثناها عن آبائنا أجابه شعيب عليه السلام بثقة نعم وإني أول ملتزم بما أقول وسأفعل ما آمركم به وأنتهي عما أنهاكم عنه وماذا غني الأيكة يا شعيب إنك لرجل ضعيف فلا تحاول أن تردعنا عما نحن فيه ولولا قومك وأهلك الذين نحسب لهم شأنا لعذبناك وقتلناك قال شعيب عليه السلام وقد شعر بالأسف لما سمع أتتركوني إكراما لأهلي وليس إكراما لله إنكم والله لفي ضلال يا قوم ألا تخافون أن يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو حتى قوم لوط الذين أنتم قريبوا عهد بهم اتقوا الله يا قوم خاف القوم من أن يكثر عدد المؤمنين فيشتد عودهم ويصبحون قوة لا يستهان بها فلا يستطيعون مجابهتهم فطلبوا من شعيب عليه السلام أن يعود ومن معه إلى ملتهم فها هو أحدهم يقول له يا شعيب يا شعيب سنخرجك أنت ومن معك من قريتنا إلا إذا رجعت أنت ومن معك إلى عبادة الأيكة ورجعتم للتعاملات التي اعتدنا عليها وبماذا أجابه شعيب عليه السلام قال أتريدوننا أن نعود حتى لو كنا كارهين لما أنتم عليه إن من آمن بالله وذاق حلاوة الإيمان وعرف ما أنتم عليه من ضلال لا يرجع عن إيمانه أبدا إن لم تعودوا عما أنتم فيه سنتردكم من قريتنا قال شعيب عليه السلام إن الله هو العاصم لنا وإليه جميع أمرنا استمر شعيب عليه السلام في دعوة قومه إلى الإيمان بالله وترك ما هم فيه من ضلال حتى يرجعوا إلى ربهم الغفور الرحيم فهو يتوب على التائبين النادمين على أخطائهم ولكنهم أمعنوا في الكفر واتهموه بأنه مجنون أو أنه ساحر أثر في عقول بعضهم وقالوا له ما أنت إلا بشر مثلنا تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب فهل يعقل أنك من الأنبياء المبعوثين إنك كاذب مخادع أجابه شعيب عليه السلام إن الله يعلم أني رسوله إليكم إذا كان حقا ما تدعي أطلب من ربك أن ينزل بنا العذاب فلما يأس سيدنا شعيب عليه السلام وتيقنا أن لا فائدة ترجى منهم استنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه من العذاب فنصر الله رسوله شعيب فأصاب قومه الحر الشديد ومنع الله عنهم الهواء سبعة أيام وأرسل لهم سحابة ظنوها تقيهم حر الشمس فلما تجمعوا تحتها رمتهم بشرار وشهب وعجفت بهم الأرض وتزلزلت تحت أقدامهم واحتزت اهتزازا شديدا فماتوا كلهم إلا شعيب عليه السلام ومن آمن معه فلما رأى شعيب عليه السلام ما حل بقومه أسف عليهم ورحل عن ديارهم ومات عليه السلام في مكة المكرمة هو ومن معه من المؤمنين وقبورهم غربي الكعبة بل